أكد صاحب أسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما تليه مملكة البحرين برعاية ملكية سامية من اهتمام متواصل بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على مختلف المستويات يدعم الاستمرار في ترسيق قيم حقوق الإنسان على مختلف الصعود وفق أطر ميثاق العمل الوطني والدستور وأضف سموه أن هذا التوجه يمثل ركنا أساسيا في موصلة تقدم المشروع الأصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودد لقاء سموه بقصر لقضبية اليوم عضو مجلس الشورى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبد العزيز أبل وعضاء مجلس الإدارة حيث قدموا لسموه التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2014 نوه سموه بإسهام المؤسسة في رفض مساعي المملكة نحو ترسيخ المزيد من المنجزات الحقوقية البارزة بما يعزز موقع البحرين في هذا المجال وأشهد سموه لدى استعراض أبرز مجاة في محتوى وتوصيات التقرير باعتناء المؤسسة بالعمل وفق المعايير الدولية ومن أبرزها مبادئ باريس في التعامل مع مختلف الأوجه في مجال حقوق الإنسان مما يدعم تكامل الجهود لمواصلة النهوض بكل ما يتعلق بالجوانب الحقوقية للمواطنين والمقيمين على السواء وأشار سموه إلى أن نشاط المؤسسة والقائمين عليها في تفاعلها مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخليا وخارجيا هو محل تقدير مؤكدا سموه استمرار الدعم والتعاون بما يعزز من دور المؤسسة وتحقيق أهدافها وذلك لمواصلة البناء على ما حققته مملكة البحرين من مكتسبات ملموسة في المحافظة على حقوق الإنسان مما ينبع من الرؤية الملكية السامية التي تؤكد على أن هذا التوجه مرتبط بهوية وثقافة المملكة وطنيا وعربيا وإسلاميا وفي ذات الوقت فهو التزام بجميع المؤثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من جنبه أعرب دكتور عبد العزيز أبول عن اعتزازه بالدعم الذي تقدمه قيادة مملكة البحرين لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مما يتجسد في التواصل المستمر مع ما تقدمه من مخرجات وبرامج معتبرا ذلك حافزا لتقديم المزيد من الجهد والتعاون البناء بما يحقق الأهداف التي تصب إليها المؤسسة